السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في الجولة الثانية من المناظرة التي يبقى عنوان قتل الأطفال والنساء بين القرآن الكريم والكتاب المقدس والتي بين الشيخ طارق السيد أبو عمر الباحث والقمص زكريا بطرس المناظرة من المفترض أنها عشر دقائق وعشر دقائق ولكن القمص زكريا بطرس أخذ سبعة عشر دقيقة فمن المفترض أننا سوف نعطي الشيخ طارق السيد مثلهم تماما ونتمنى الالتزام بالوقت من الطرفين تمام هذا ما قاله أبو عمر الباحث وسوف أقدم ردا منطقيا أكاديميا في حوالي عشر دقائق كما يطلبون يعني بس بدون ذكر كل المراجع فكل باحث أو مناظر يجب أن يكون ملما بتفاصيل دينه أما إن كان يجهلها فليرجع إلى المصادر التي سوف أذكرها منفصلة بعد العشر دقائق دلوقتي نخش في التعليق على كلام أبو عمر الباحث ومن هنا أعد العشر دقائق شمل حديث أبو عمر الباحث سبعة مواضيع هي واحد معنى الإرهاب اثنين اتهام المسيحيين موجود الإرهاب في كتابهم المقدس تلتة قتل الأطفال والنساء في الكتاب المقدس أربعة تبرير تلتة آيات إرهابية في القرآن خمسة إبادة بني قريزة ستة غزوات النبي محمد سبعة اغتيالات نبي الإسلام نخطها موضوع 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 الأول معنى الإرهاب من الأمور العجيبة حقا أن السيد أبو بكر يعرف الإرهاب بأنه قتل الأطفال والأبرياء والنساء بدون وجه حق زي ما سمعنا فمن أين أتيت بهذا التعريف يا محترم وما هي مراجعك في ذلك مش من التفسير من القواميس وقد تجاهل عامدا تعريف المعاجم العربية للإرهاب إذ توضح أن الإرهاب هو أعمال العنف والتخويف ولعله ذكر التخويف يعني والتفزيع وللأسف الشديد أن كل ردود أبي عمر على أسئلتنا عن الإرهاب حصرها في هذا المعنى هل هذا قتل للأطفال الأبرياء والنساء وهو بهذا يحكم على دفاعه كله بأنه باطل ليه؟ لأنه مبني على تعريف باطل للإرهاب والمبني على باطل هو باطل ثم استشهد على وجود إرهاب في الكتاب المقدس بشواهد تتكلم عن إبادة جماعي وتعليقي أقول أن أبو عمر لم يذكر لماذا مثلا أمر الرب بقتل عماليق فالواقع أن عماليق لم يكن شعبا مسالما وحرّض الرب عليه بالإبادة بل كان عماليق مثل جماعة القعدة الإرهابية وداعش بدليل ما فعلوا في إسرائيل والشاهد موجود تسنية 25 من 17 إلى 29 أقول اذكر ما فعله بك عماليق في الطريق عند خروجك من مصر كيف لقاك في الطريق وقاطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله جاي معتادي دي ما بتقول المعتادين حسكت لهم وأما نحن المسيحيين في العهد الجديد فليس لنا دولة أساسا لنحارب عنها ده الموضوع الأولين الموضوع الثاني اتهام المسيحيين بأن الإرهاب موجود في كتابهم المقدس بقوله إنه كتاب القمو الزكريا مترس ويؤسفني جدا أن جميع شيوخ المسلمين حتى بما فيهم الطبقة التي تحمل درجة الدكتوراه العلمية يبرهنون على إيمان المسيحيين بالإرهاب ببعض الاقتباسات من العهد الأديم يا سادة يا كرام ألا تعلمون أن شريعة العهد الجديد تختلف عن شريعة العهد القديم في ذلك وأن المسيحيين في العهد الجديد لا يلتزمون بالكثير من شراء العهد القديم وبالتحديد بهذا الخصوص والأدلة على ذلك من كتبكم أدلة كثيرة ومنها في صورة المائدة آية 48 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة وجاء في هذا الموقع اللي هنرد على الشاشة الحكمة من الكتاب من الاختلاف بيقول إن كل تشريعة ظهر في عصر ما إنما ظهر وهو لا يصلح لعصر سابق أو لحق وكونه ظهر في عصر معين يجب أن يكون صالحا لهذا العصر فقط ولا يصلح لما يتلوه من عصور متعاقبة متغيرة متجددة فالعهد القديم يا سادة عهد الشريعة أي قانون العقوبات شريعة موسى أما العهد الجديد يا محترمين فهو عهد النعمة بالمسيح عهد الحب والخلاص والغفران واضح الموضوع التالي تهمة قتل الأطفال والنساء إنه ذلك موجوده في كتاب المقدس فقط وللتعليق أقول واحد بخصوص قتل الأطفال فالله في حكمته له حكمه على كل نسل شرير سواء في شعبه أو في الشعوب الأخرى ففي مزمور 37 آية 28 يقول لإسرائيل الرب يحب الحق ولا تخلى عن أطقيائه أما نسل الأشرار فينقطع نسل الأشرار ينقطع وفي ملوك الأول واحد وعشرين يقول للشعب بابل ها أنا ذا أجلب عليك شرا وأبيد نسلك سواء في شعبه أو في الغير النسل الشرير يبيد شيء آخر الله يعلم أن هؤلاء الأطفال سوف ينتهجون نفس منهج آبائهم مثل داعش والجماعات الإرهابية يا سيد أبو أمر هل تعلم أن الإسلام أباح قتل الأطفال إيه زه مش ممكن لا ممكن في سورة يسين آية 31 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ولا ودي فيها إيه بالكلام اللي أنت بتقوله شوف المفسرين جاء عن هذه في تفسير النسا بوري جزء 7 وصفحة 138 ثم كسرت معاصيهم فبعث الله عليهم عدوهم وأسرع فيهم القتل فبقيت شرزمة منهم فصلت عليهم الطعون فلم يبقي منهم أحدا وأيضا فيه تفسير الرازي جزء 26 من صفحة 138 يعني أهلكناهم وقطعنا نسلهم قاطع نسلهم وفوق كل هذا لماذا تتجاهل متعمدا أن محمدا قد قتل الأطفال الأبرياء وإليك الأدل والبرهين في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري سألت الرسول عن أولاد المشركين أن أقتلهم معهم قال نعم وفي المدونة الكبرى لمالك ابن أنس جزء 3 صفحة إن رسول الله رمع أهل الطائف بالمجانيق فقيل له يا رسول الله إن فيها النساء والصبيان فقال رسول الله هم من آبائهم أولا تعلم يا سيد أبو عمر أن محمدا أمر بقتل النساء أيضا في كتاب المدونة الكبرى لمالك ابن أنس جزء 3 سمعت أشياخنا يقولون إن رسول الله رمع أهل الطائف بالمجانيق فقيل له يا رسول الله إن فيها النساء والصبيان فقال رسول الله هم من آبائهم وفي السيرة الحلبي روى الشيخان سئل النبي عن المشركين يبيتون أي يغار عليهم ليلا فيصيبون من نسائبهم وذراريهم فقال هم منهم يعني الرسول أمر بقتل الأطفال والنساء بتتبرى منهم الموضوع الرابع تبرير ثلاث آيات من الإرهاب فصر أبو عمر الآيات الإرهاب اللي في القرآن على أنها مجرد حرب أو استعداد للحرب وليست إرهاب لأنها ليست قتل الأطفال الأبرياء والنساء وتعليقي أكرر ما قلته سابقا أن هذا التعريف باطل وما يبنى عليه فهو باطل الإهرياء الإرهابية محترم هو الترويع والتفزيع وأعمال العنف والقاتل مش الأطفال الأبرياء والنساء ثم عرض لآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها على اعتبار نسى شهدا بها لأن النبي محمد كان مسادما إذا كان الأمر كذلك يا محترم فما قولك عن سورة محمد 35 فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون رد وقال مفتخرا يسعدني أن أقول لك لا يوجد في الإسلام أبدا من ضربك على خدك الأيمن أدر له الآخر أيضا فنحن نقاتل من يقاتلنا وتعليقي باختصار على ذلك أذكر رد الكتاب المقدس المفحم لأمثال هؤلاء الناس في رسالة فيليبي ثلاثة الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات كيف هي الرد ده الموضوع الخامس إبادة بني قريزة قال أبو عمر أن سبب إبادة بني قريزة هو خيانتهم للعهد وهذا محض افتراء من محمد عملا بمقولته المفضوحة في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لا يحل الكذب إلا في ثلاث يحدث الرجل إمراته ليرضيها والكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس كد الموضوع السادس غزوات النبي محمد طالب أبو عمر بمقارنة غزوات محمد بغزوات التي في كتاب المقدس وعلى وعلى إن ده العهد القديم مش بتاعنا أفلا يعلم أفلا يعلم أن الحروب في العهد القديم لم تكن لفتح أراضي وامتداد وتوسع بلا حدود كالإسلام مقارنة وأن الحرب لم تكن لنشر الدين اليهودي كما في الإسلام فلا يوجد تبشير أصلا في الديانة اليهودية الموضوع السابع اغتيالات نبي الإسلام قال أبو عمر إن الاغتيالات كانت نتيجة لجرائمهم ثم أنكر بقية الاغتيالات قال إنها مجرد أوهام والتعليق أحيلك يا محترم على هذا الموقع لترى بنفسك كل المراجع على صحة هذه الاغتيالات المراجع قدامك فقد ذكر هذا الموقع اغتيال تسعة وأربعين رجل وامرأة مش كررت اسم ده تسعة وأربعين طبعا من كترتهم وأنا بناء أي فأنا إيه كده في عصر النبي محمد تسعة وأربعين رجل وامرأة اغتيالات وفي الموقع أيضا إثبات للمراجع التراثية الصحيحة إيرو إيرو الخلاصة خلاصة الموضوع الإسلام يا أحبائي ليس دينا سماويا لأنه لم يأتي بجديد عن المسيحية بل على العكس عاد إلى عصر النموس مما يتناقض والوضع الطبيعي للتطور والنمو في الفكر والدين وفقا لمبدأ تطور التشريع اللي احنا تكلمنا عنه قبل كده بل وهذا ما أقره فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا الموقع أيضا الحكمة من اختلاف الشرائح اللي حيزر قدامك بيقول كده إن عملية التطور والترقي عملية حتمية مستمرة كذلك الفكر والإبداع والعلم والأديان كله ده مرجع سعودي على فكره وبيدرس في الجامعات الإسعودية كلها مسائل مستمرة طالما أن هناك فكر مستمر متجدد متغير حسب مقتضيات الزمان والمكان ويكمل يقول فإنه يحتاج لدين يوافق العصر والمكان تطور والإسلام لم يساير هذا المبدأ بل عاد إلى شريعة العهد القديم من أجل ذلك فهو باطل وأصلي إلى الله أن يفتح العيون ويشرق بالنور في القلوب ليعرفوا الحق مجردا دون ما تعصب حتى تخلص النفوس التي مات المسيح من أجلها آمين آمين أيها الأحباء والآن مع المداخلة الثانية في الجولة الثانية للشيخ طارق السيد أبو عمر الباحث وإليكم المداخلة السلام عليكم ورحب مرة أخرى بالقوم الزكريا وبجميع المشاهدين مع الأسف القوم الزكريا لم يرد بحرف واحد على خمس نصوص إرهابية في كتابه يأمر الرب فيها بقتل النساء والأطفال والأبرياء حاول فقط يرد على نص واحد وفشل فشلا ذريعا كما سأبين أين جوابك على أمر الرب بإبادة شعوب ومدن كاملة بنسائها وأطفالها لا تستطيع أن تجيب سألتك هل الإرهاب وقتل النساء والأطفال ونشر الناس بالمناشير وحرق الناس وهم أحياء في أفران الطوب عمل أخلاقي مبرر أم إرهاب وإجرام ولم تستطع أن ترد القوم الزكريا عاجز تماما عن الرد عن نصوص الإرهاب في كتابه المقدس وهذا هو المتوقع وحتى جزء الإسلامي اللي حاول يرد فيه لم يستطع أن يقدم شيئا حقيقيا يثبت به اتهامه للإسلام العظيم بالإرهاب كالعادة يعني وحتى النص التع فيليبي 319 القومس دلس فيه لأن النص يتكلم عنك أنت يا قوم الزكريا وعن المسيحيين الذين يدعون أنهم مسيحيون ولا يعملون بكلام المسيح كما يقول التفسير التطبيقي فالنص فعلا مفهم لكن مفهم لك أنت يا قوم الزكريا مش لئي أنا وما زلت أفتخر أنه لا يوجد في الإسلام من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الآخر طيب أولا بخصوص تعريف الإرهاب القومس رفض تعريفه للإرهاب بأنه قتل النساء والأطفال والأبرياء لأنه لم يجد شيئا يستدلوا بها على ذلك في القرآن ولا في الصحيح من مرويات السنة تعريف الإرهاب عند القومس هو تخويف أبو جهل والعنف مع المحاربين المعتدين والغادرين وناقض العهود دول ما ينفعش نخوفهم لا لازم نوزع عليهم الورد ونديهم الخد التاني طيب بخصوص العنف الأب سمير بشارة بيقولك أن العهد القديم يتضمن أكثر من 600 مقطع عن العنف والدمار كما أننا نرى إله العبرانيين بالذات إلهك يقوم الزكريا يأمر أكثر من مرة بالمجازر ويشجع على الحرب إلهك أمر بالمجازر يقوم الزكريا ويقول فنستطيع القولة من دون مبالغة بأن موضوع العنف يشكل أحد المحاول الرئيسية في الكتاب المقدس العنف محوى الرئيسي في كتابك يقوم الزكريا هو ده العنف اللي تتكلم عنه اتفضل بقى رد على الأب سمير العنف والإرهاب الحقيقي يا سادة هو تخويف النساء والأطفال والأبرياء وقتلهم وليس المجرمين والمحاربين المعتدين ثانيا النص الوحيد اللي حاول القمس يرد عليه هو نص قتل أطفال عماليق ونسائهم ولا تعفوا عنهم برقته الرجلا وامرأة طفلا ورضيعا القمس اعتبر قتل الأطفال والنساء عمل أخلاقي مشروع لأن رجال عماليق اعتدوا على بني إسرائيل يعني حسب تعريفك للإرهاب الانتقام من المجرمين وتخوفهم والعنف معهم إرهاب يعني اكتبك إرهابي باعترافك يا قمس ذكرية لكن أنا لا أعتبر قتل المحاربين والمعتدين إرهابا لذلك سألتك فقط عن نساء وأطفال عماليق هل قتلهم عمل أخلاقي مبرر أم لا الأطفال والردع اللي إلهك أمر بقتلهم يا قمس ذكرية دول كان ذنبهم إيه هو ده سؤالي طيب القمس ذكر نص إن الرب سيقطع نص للأشرار يعني القمس برر قتل الأطفال بأنه حتى لا ينتهجوا منهج آبائهم طبعا كلام القمس ده كارثة أخلاقية وإنسانية لأنه بذلك أعطى المبرر لأي واحد أن يقتل أطفال خصومه عشان لما يكبروا ممكن يطلعوا زي آبائهم هل ده مبرر أخلاقي وإنساني ومنطقي يا قمس ذكرية ألا يوجد عند الرب حل أفضل ممكن مثلا يأمل بالمحافظة على الأطفال والردع ويربيهم تربية حسنة ويطلعهم من الصالحين بدل ما يقتلهم ثالثا القمس ذكرية بيقول أن المسيحيين ليس لهم دولة ليحاربوا عنها لكن بالتأكيد كان لهم دين أجبروا الناس على الدخول إليه بالعنف والإرهاب وهل المسيحية انتشرت إلا بهذه الطريقة البشعة التاريخ لا يرحم الظالمين والمجرمين يا قمس ذكرية البطراركي سعيد بن بطريخ يقول وأمر خسطنطين الملك المسيحي ألا يسكن يهودي في بيت المقدس ولا يجوز بها وكل من لم يتنصر يقتل اسمع يا قمس ذكرية وكل من لم يتنصر يقتل والنتيجة فتنصر من الأمم واليهود خلق كثير وظهر دين نصرانية أهو تطبيق عملي واقعي تاريخي لنصوص الإرهاب في كتابك وبناء على هذا الإرهاب انتشر دين القمس ذكرية تشريعات القتل والإرهاب وحرق الأبرياء وقتل النساء والأطفال في العهد القديم هي نفس التشريعات التي أخذها علماء المسيحية وتطبقوها دائما في التاريخ المسيحي في كتاب النموس الشريف المتضمن السبع مجامع الكبار والستة الصغار هيعمل كوبيبست من سفر التثنية يقول القضية الثلاثون في الخروج إلى الحروب فإذا عزم المؤمنون على حروب أعدائهم فليقيموا صليب المسيح بين أيديهم ويسجدوا قدامه ويصيحوا قدام الله كيريا ليسون مئة مرة يقول وإذا ملكك الله مدن أعدائك فادعوهم بالسلام فإذا أجابوا فليكن سلطانك عليهم وأرض عليهم ديانتك فإنهم أجابوا إلى ذلك بنية صادقة فهم إخوتك ونظيرك وإنهم لم يجبوا إلى الدخول في ديانتك فاتخذهم عبيدا لك فإن لم يجبوا السلام وسلمهم الله في يدك هيطبب شريعة العهد القديم اقتل كل ذكر منهم بحد السيف واستعبد النساء والأطفال والأنعام والدواب والمواشي وكل ما في القرية فهو لك مباح من لكك الله إياه وتطبيق هذا القانون حصل حرفيا في الجرائم والمذابح والأهوال للنساء والأطفال اللي ارتكبها المسيحيين في الحملات الصليبية وكذلك ما فعلوه في الهنود الحمر هل عندك إجابة قمص ذكرية؟ رابعا القمص بيقول أن النصوص اللي أنا ذكرتها كانت من العهد القديم لكن المسيحيين لا يلتزمون بشرائع العهد القديم وأيضا القمص تبرع من العهد القديم وقال لك أنه مش بتاعهم على وعلى إن ده العهد القديم مش بتاعنا؟ مشكلة والله أنا مش مصدق أن القمص ذكرية مش عارف مصادر التشريع في دينه القمص ذكرية فورا تخلى وتبرع عن تلتين كتابه البابا شنودة بيرد على القمص ذكرية وبيتكلم عن مصادر التشريع في المسيحية وبيقول المصدر الأول الأساسي للتشريع في المسيحية هو الكتاب المقدس بعهديه الاتنين القديم والجديد والقمه الذكرية يقول لك مش بتاعنا طب هل أنا أصدق البابا شنودة أم أصدق القمه الذكرية؟ أيضا الأنبي يؤنس يقول ونحن كمسيحيين مطالبين بما في الكتاب كله بعهديه القديم والجديد وحط تحت كلمة كله دي عشرين خط الكلمة اللي قالها القمه الذكرية هي اعتراف صريح منه بأن إيمانه باطل لأن المطران جزيف نفاع بيقول أن العهد القديم كتاب يجده السواد الأعظم من الناس صعبا وغريبا إلهه قاس لا بل دموي لذلك يفضل القمه الذكرية التخلي عنه ويقول لك مش بتاعنا ولكن هل يمكن أن نجزئ الوحي الإلهي؟ فإما أن يكون الروح القدس هو الذي ألهم العهدين الجديدة والقديم وإما أن يكون إيماننا باطلا إيمانك باطل يا قمه الذكرية بل أنت بقولك هذا تعلن اتباعك للمهارتق ماركيون الغنوسي الذي رفض شرائع العهد القديم لأنه كان يعتقد أن إله العهد القديم إله وحشي وقاسي ودموي وشرير وحتى لو تبرأت من العهد القديم وقلت أنه مش بتاعكم برضو سؤالي محتاج إجابة الرب لما شرع قتل النساء والأطفال والأبرياء في كتابك كان عمل أخلاقي مبرر ولا إرهاب وإجرام وهل لو عاش القمه الذكرية قبل زمن المسيح كان هيدافع عن هذه التشريعات الإرهابية؟ أريد جوابا واضحا وصريحا خامسا القمه الذكرية ستدلب آية من سورة ياسين على قتل النساء والأطفال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ ما علقت الآية بتشريع قتل الأطفال والنساء؟ هل هذه مثل أوامر كتابك الذي يقول فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال؟ وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها عموما أنا وانت بنؤمن بوقوع العذاب الكوني على الأمم الكافرة زي طوفا نوح أو سدومة وعمورة فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من السماء وأهلك جميع سكان المدن هل تعتبر ما يفعله الرب بهم إرهابا مدانا يقوم الزكريا؟ لكن ده برضو مش تشريع لقتل الأبرياء والأطفال والنساء سادسا هل تعتبر النص الذي يأمر بضرب الأطفال بالصخور أمرا مدانا؟ أم عملا مطوبا؟ لأن الرب بيقول طوبة لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة طوبة إيه؟ المفروض جهنم مش طوبة طبعا المسيحيون الحريصون على هذا التطويب دخلوا مدينة سابور وقتلوا السكان وطبعا قتلوا النساء والأطفال وينقر ابن البطريق أنهم كانوا يشقون بطون الحبالة ويخرجون منها الأطفال ويضربون بهم الصخرة عند ذلك يقول الإمبراطور المسيحي هرقل أنا الذي تنبأ علي داود النبي إذ يقول طوبة لمن أخذ أطفالك وضرب بهم الصخرة شفت الكارثة النصوص دي ما زالت حية ويستخدمها المؤمنون بهذا الكتاب ويقتلون ويدمرون ويخربون ويشردون ويحرقون أمما كاملة ونفس هذا الإرهاب والخراب والضمار فعلوه المسيحيون في الهنود الحمر يقول توماس رومير وساهم سفر يشوع في تبرير إفناء هنود أمريكا الهنود الحمر ويقول وساهمت النصوص التي أظهرت لها كمحارب للأسف في إضفاء الشرعية على كل الفضائع التي ارتكبت على مر التاريخ المسيحي المؤرخ الأمريكي ويلد يورانت يقول عن الكتاب المقدس فإن أسوأ الأعمال الوحشية الحروب والإضطهادات عمدت إلى اقتباس النصوص المقدسة لتبرير ارتكابها يا قم الزكري أنا أدعوك للاعتراف بما اعترف به المطران جورج خضر وغيره إن إليه العهد القديم جزار ودموي وسفاح إذا النصوص العهد القديم ما زالت حية وترتكب المجازر الإرهابية باسمها حتى اليوم ثامنا القم الزكري ذكر رواية من فتح الباري ولم يذكر الرواية الصحيحة من صحيح البخاري نفسه وده شي غريب لكن من نفس الصفحة تعالوا نقرأ كلام ابن حجر العسقلاني إلا أخفاه القم الزكري عن مشاهديه لأنه يبين الحقيقة يقول قوله هم منهم أي في الحكم تلك الحالة يعني في الغارة فقط وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل المراد إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء اللي هم المحاربين إلا بوطء الذرية فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم طيب الكلام ده معناه إيه؟ دلوقتي لو في قصف متبادل بينجيشين العدو بيقصفنا وإحنا كمان هنقصفه نرد عليه طيب القصف ده ممكن يموت فيه نساء وأطفال من الطرفين طيب هل موت هؤلاء يمنعنا من قصف العدو؟ الإجابة لا مثل أن الجيش المصري في حرب 73 كان بيحارب اليهود فالطيارات بتاعتنا بتخصف جيش العدو في هذا القصف ربما يموت نساء وأطفال من عندهم بدون قصد مننا طيب هل ما نخصفش العدو وينسيبه هو يخصفنا خوفاً على النساء هم أطفالهم؟ أنا هسيب الإجابة للعخلاء أصلاً كل العالم بيعمل كده وحتى لو كان على مضض كما جاء عندنا يا قم الزكريه أنا بسألك عن إلهك الأمر وتعمت قتل النساء والأطفال فتجيب لكتاب إسلامي بيقول لا يجوز تعمت قتل النساء والأطفال وعشان الناس تعرف أن القم الزكريه بيخدعهم نفس الكتاب كان بيشرع الحديث الصحيح ده أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان والحديث مذكور في صحيح مسلم تحت باب باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب وطبعا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم قتل النساء والأطفال في الحرب فستجد كل علماء الإسلام أجمعوا على حرمة قتلهم في الحروب يقول الإمام ابن عبدالبر وأجمع العلماء على القول بجملة هذا الحديث ولا يجوز عندهم قتل النساء الحربيين ولا أطفالهم لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب ويقول العلمة النووي أجمع العلماء على تحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا بل ابن حجر نفسه نقل نفس الإجماع في نفس الكتاب إذن عندنا إجماع في الإسلام على حرمة قتل النساء والأطفال حتى في حالة الحرب أما الرواية اللي ذكرها القم الزكرية فهي رواية شاذة وقد خالف الرواي محمد بن عمر الليثي من هو أوثق منه وابن حجر بيقول عنه في التقريب صدوق له أوهام وهذا من أوهامه أما الرواية الصحيحة اللي اعتمدها البخاري ومسلم فتقول إن النبي سئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم يبيتون يعني وقت الغارة والقصف بل نفس الكتاب الذي تستدل منه يرد عليك ويقول وليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم يعني في النهاية الرواية بتتكلم عن الغارة والقصف ما هذا قم الزكرية تترك الرواية الصحيحة صحيح البخاري ومسلم أصح كتب السنة النبوية عند المسلمين وتلجأ لرواية فيها وهم من الراوي ثم تقوم بتحريف معناها ثم تخفي الحكم المذكور في نفس الكتاب على حرمة قتل النساء والأطفال وأيضا تخفي أنها حالة خاصة بحالة الغارة فقط وليس تعامة بل تتجاهل الإجماع المذكور في نفس الكتاب على حرمة تعامل قتل النساء والأطفال هل هذا هو الرد العلمي الأكاديمي أنا بسألك كيف يأمر إلهك بقتل الأبرياء والنساء والأطفال فيكون الجواب أن ممكن الجيش المسلم يكون بيقصف عدوهم زي ما عدوهم بيقصفهم وممكن يموت نساء وأطفال في القصف بغير قصد من المسلمين ويكون الجواب في بطر الكتاب وإخفاء الحديث الصحيح وإخفاء الإجماع الذي يقطع بحرمة قتل النساء والأطفال إذا قموا الزكريا عمرك ما تعرف تثبت افتراتك على الإسلام لأن الإسلام دين الحق وأحكامه منطقية ومعقولة وواقعية عاشرا النهي عن قتال وقتل الأبرياء والنساء والأطفال موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ اللي بيقتلون دول هم الجنود اللي شيلين السلاح وبيحربون فعلا هم دول اللي إحنا بنحربهم وبعدها ربنا بيقول وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ أي لا تعتدوا بقتال من لم يحاربكم فلو قتل مسلم النساء والأطفال فهو بذلك معتدي والله يعلن أنه لا يحب هذا المسلم المعتدي اسمع قم الزكريا ولتسمع كل أمم الأرض الله في الإسلام يعلن أنه لا يحب المسلم الذي يقاتل أو يقتل غير المحاربين والمعتدين ولهذا نفتخر بدين الإسلام أما في كتاب القم الزكريا في سفر يشوع وما أدراك ما سفر يشوع إبادات جماعية لشعوب وأمم كاملة إجرام وإرهاب لم يرى التاريخ مثله قط يقول فلا تكون عليهم رأفة بل يبادون بل يبادون كما أمر الرب موسى هل عندك رد منطقي قم الزكريا؟ حداشر نقر القم الزكريا عن كتاب المدونة الكبرى بأن رسول الله رمى أهل الطائف بالمجانيخ الرواية فيها علل وكل علل تكفي لردها إسماعيل بن عياش ينقل عن مجاهيل يقول سمعت أشيخنا ورواية المجهول غير مقبولة ولا يحتج بها في الإسلام وهؤلاء المجاهيل من طبق التابع التابعين لم يعاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أصلا يعني الرواية كمان منقطعة الإسناد ولذلك تجدها مذكورة في الكتب التي تذكر الروايات الضعيفة ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية بقى لك أسبوع بتحضر يقم الزكريا وفي الآخر جايب لي رواية ضعيفة ومنقطعة الإسناد من طريق مجاهيل أتحداك يقم الزكريا تثبت أن الرسول قتل طفلا واحدا من أطفال المشركين سئل ابن عباس هل كان رسول الله يقتل من صبيان المشركين أحدا فقال إن رسول الله لم يكن يقتل منهم أحدا 12 القم الزكريا عجز أن يرد على جريمة بني قريضة وخيانتهم وغدرهم ونقدهم للعهد فاضطر أن يكذب على الرسول ويفتري عليه وزعم أن بني قريضة لم يخونوا ولم يغدروا شيء مؤسف أن يضطر القمس للكذب لأنه عجز عن الإجابة ومما يثبت كذب القم الزكريا أن بعض بني قريضة لم يغدروا ولم ينقدوا العهد بل ذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم فأمنهم ولم يقتلهم كما في هذه الرواية الصحيحة ويقول الكاتب إيميل درمانغم وإذا كان النبي محمد قد قسى على اليهود فإن من الإنصاف أن يعترف بأنهم خانوه يعني إنكارك لخيانة وغدر بني قريضة قم الزكريا ليس له قيمة 13 لما طلعت أن القم الزكريا يعمل لنا مقرنة من عدد غزوات الرسول وعدد غزوات الكتاب المقدس عجز أن يقوم بهذه المقارنة لأنه يعلم أنه سيخسرها وطلعت برأ من العهد القديم وقال لك ده مش بتاعنا ثم يقول القمس أن الحروب في العهد القديم لم تكن لفتح البلدان والأراضي ولا لنشر الدين اليهودي بالقوة مشكلتكم يقوم الزكريا أنكم لا تقرؤون كتبكم الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم تقول هنا نرى أنه كان على بني إسرائيل أن يحاربوا أن يحاربوا ويجاهدوا لامتلاك الأرض طيب لو الحروب دي مش عشان الاستلاء على الأراضي والبلاد فلماذا استولى بني إسرائيل على هذه الأراضي والممالك بعدما ذبحوا أهلها باسم الرب في سفر أستير يقول وكثيرون من شعوب الأرض تهودوا تهودوا لأن رعب اليهودي وقع عليهم هل عندك إجابة قم الزكريا 14 القم الزكريا بدل ما يذكر لنا سنة صحيح لرويت أم قرفة وعصما وأبي عفك أحالني على موقع يا قم الزكريا أنا بنظرك أنت مش بنظر الموقع طيب تفضل هذه قائمة مواقع ترد على كل الشبهات التي تطرحونها على الإسلام لكن أنا عايزك تجيب كل اللي عندك عشان ينسفهولك والنصارى يعرفوا أنك طوال السنين اللي فاتت دي بتخدعهم بمرويات ضعيفة ومكذوبة هو مش أنت قرأت الموقع طيب هتلين أنت روية صحيحة عن اغتيال عصما وأم قرفة وأبي عفك سهلتها عليك خالص أهو فقط سند واحد لكل قصة من هذه القصص وأخيرا ثبت للجميع أن القم الزكريا لا يجد ما يعتذر به عن مذابح العهد القديم إلا أن يتبرأ منه لأن إله العهد القديم كما يقول المطران جورجي خضر جزار ودموي فتبرأ القم الزكريا من تلتين كتابه وأرنوج بتاعهم أرجو من القم الزكريا أن يرد على النصوص التي تراكمت من غير أن تجد جوابا وأبشرك لا جواب لها من جهة أن أجبتك عن كل شيء أنت أوردتم من آيات وأحاديث صحيحة وضعيفة الفري بينك يا قم الزكريا أنك بتخجل من نصوص كتابك اللي كانت سبب في خروج عشرات الملايين في الشرق والغرب من الديانة المسيحية بينما أنا أفتخر بأفعال سيدي ونبيي صلى الله عليه وسلم لأن حربه كانت حربا عادلة حرب مع الجيوش وليس مع النساء والأطفال أختم بهذا النص المريع من كتاب القم الزكريا فضرب النبي يشوع كل أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل ملوكها لم يبق شاردا بل حرم كل نسمة كما أمر الرب إله إسرائيل ما تطلعش بقى تقولي العهد الأديم ده مش بتاعنا مش هو ده سؤالي أنا سؤالي هل أمر الله لنبيه يشوع بإبادة هؤلاء الأبرياء إرهاب وإجرام أم عمل أخلاقي مبرر والميك عندك قم الزكريا اشتركوا في القناة